بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واضح أن هناك العشرات ويمكن تجاوزوا المئة بين قتيل وجريح من الجيش الصهيوني اللي اعترف كل شوية يعترف بكمية بس طبعا ما بيعترفش بالحقيقة ولا بنصف الحقيقة ولا بربع الحقيقة ايه اللي حصل في الكام يوم اللي فاتوا دول حوالي 3-4 ايام أنا قلت لكم أن آخر يوم ونص اللي هو يعني من يومين تقريبا ده يا ابو الشباب سقط فيه قتلى وجرحة وسقطت آليات الضربة والقسام بيعلن والجماعة بتاع الجهاد الإسلام بيعلنوا والكلام ده كله على فكرة فيه الجزيرة اللي بيدور على المصادر تقدر تخش على الجزيرة وتقرأ الأخبار اللي هي من 3-4 ايام والحد النهاردة على فكرة المهم يا جماعة كل يوم فيه ضرب وفيه قتلى وفيه جرحة وبكميات كبيرة برغم ان الصهينة ما بيعترفوش وهقولك الوقتي ازاي ما بيعترفوش وهقولك بقى الوقتي الوضع الجديد ده يوضح الصورة ويرسمها في دماغك وكمان بايدن تراجع عن بعض كلامه وهحكي لك القصة من الاول وهحكي لك بقى ايه اللي نفهمه من الاحداث دية ونفهم كلام بايدن ازاي وسر الانكار الصهيوني والامور مشى باي طريقة ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو النهاردة فركز معايا وجاي لك بعد الفاصل من فضلكم دعم القناة بالشكر المدفوع او بالانضمام لعضوية القناة وتعليق مثبت اسفل ديوية الفيديو فيه تفاصيل اكتر وجزاكم الله خيرا مش عايز ابدأ الاحداث من الاول لان انتو عارفين ان فيه حرب من سبع شهور ونص الشهر يعني السائد يعني تشار التمن بلق يخلص هو او قرب على انه ويخلص وعارفين الامور دي كلها وعارفين كمان ان النتنياهو والجيش الصهيوني بتاعه بيهجروا المدنيين من شمال اه غزة الى جنوب غزة والوقت عايزين يهجروهم ايه من شرق رفح الى غرب رفح عشان يزحوهم على الجسر العائم بتاع مين بتاع بايدن دي الصورة خليني بقى اقول لك يا ابو الابطاء الفخ والمصيضة اللي المقاومة عملتها ويبدو ان هي كشرت عن ان يبهى في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا دول من ساعة ما الصهيوني رفضوا العرض اللي اختراحوه الوسطاء واللي حماس وافقت عليه خليني ابدأ من العرض واقول لك الفخ واقول لك الدنيا ماشي ازاي فركز معايا عشان الكلام ده مهم يا ابو الشباب المهم نبدأ بايه نبدأ من الاخر من الاخر كده انتوا عارفين ان حماس وافقت على اختراح معين عشان انهاء الحرب ووقف اطلاق النار الاختراح دوت كان اللي قدمته مصر وقطر على انه اختراح من الوسطاء الخلاصة ما كانش الصهيوني متوقعين ان حماس هتوافق عليه وكان مقدم عشان انه هو يرفض برغم انه هو بيلبي بعض الطلبات والمقاومة عدلت فيه شوية وبعد كده وفقت ودي كانت برعاية وليامز اللي هو بتاع المخابرات الامريكية يعني باختصار المخابرات الامريكية هي اللي صاغت الاختراح وهي اللي ادتوا للسيسي والدتوا لقطر وقالت لهم اختلقوا على حماس المهم ايه يا ابو الشباب كان الفخ ان حماس ترفض الاختراح وبالتالي بيشهروا بيها والصهيوني العرب بيشهروا بيها وعايزين ينفروا الجماهير يا ابو الابطال من حماس بأي طريقة من الطرق كانت الموافقة كانت موافقة حماس هي المفاجأة يعني حماس فجأتهم ووافقت على المختلح وهي على يقين ان اسرائيل مش هتوافق طيب اسرائيل مش هتوافق ليه لان اسرائيل مش هتوافق الا بنزع سلاح حماس بشكل حقيقي وحماس عمرها لا هي ولا المقاومة هيقبل وهذا الامر ده هو الوزير الخارجية التركي تكلم عن تفاهم اوروبي يعني هم وساطة بين المقاومة بين اوروبا تكلموا عن تفاهمات اوروبية لو ان حماس تحولت الى حزب سياسي بعد الحرب وبعد كده يعني تلقي سلاحها بعد الحرب وتتحول الى حزب سياسي فهيكون ده مقبول عند الغرب وعند اوروبا طبعا انا اقول لك حتى حماس وحتى بالضمانة التركية برضو ما هيش هتسيب سلاحها لكن هتتظاهر ان هي سابت سلاحها واللي عارفين كده مين بقى اللي عارفين كده المخابرات الغربية وعارفين ان هم مش هيقدروا يتأكدوا ان حماس تركت سلاحها عشان كده الدنيا ملعبك في الحتة دي المهم لما جاء بعد كده ان نتنياهو رفض المخترح بتاع مصر وقطر هو توقع وتخدع وظن ان حماس ضعفت عشان كده وفقت ده اللي جاء في ذهنه ده التصور اللي جاء في ذهنه فقال لك فرصة بقى قدم ضعفه خلينا نخش نجهز عليهم فعمل بقى الشويتين اللي انت شفتهم دول وبعد كده راح اكتاح المعبر بتاع رفح خد بالك معبر رفح شيء ورفح كلها شيء تاني فالخلاصة لما عمل الموضوع ده المقاومة قالت له اطلع واشتكت للمجتمع الدولي وشوفه بيعمل ايه وكذا وبدأ يضرب في مين بدأ يضرب في سكان رفح اللي موجودين في الشرق عشان يزحهم على الغرب ولما يتزاحوا نحية الغرب الدنيا تزدحم اكثر واكثر فيضطروا بعد كده الى التوسع يتوسعوا فين يا بالابطال يتوسعوا على الجسر العائم اللي امريكا عملاه عشان خاطر تخدهم بقى تنقلهم الى اي مكان تاني او ما تستبعدش تغرقهم في البحر او تعمل اي حاجة او توديهم رواندا زي ما انا قلت لك قبل كده او توديهم امريكا وبعد كده تقولهم هندرس القضايا بتاعكم وبعد كده تقولهم العدد كتر طب روحوا استنوا في رواندا لحد ما ندرس قضايا اللجوء بتاعتكم وبعدين تنتهي في رواندا وبعدين يصلطوا عليهم السكان المحليين انك يقتلوهم في فوضى عارمة وبعدين يقولوا السكان المحليين ما كانوش احبين الاجانب وده اللي حصل ده كان المقر الامريكي شغال في هذا الاتجاه لما قم بقى للخطوة الحقيقية هذه فتح معايا بقى عشان الكلام الجاي بقى اهم ما في الفيديو لما هما قم لي الخطوة الحقيقية بقى يا ابو الابطال ايه اللي حصل اللي حصل ان المقاومة الفلسطينية قامت عليهم يا ابو الشباب خلال اول يوم ونص فقط الصهينا اعترفوا بعشرين بعشرين جريح اعترفوا بكلا واعترفوا اظن بتلاتة اربعة قتلة على فكرة الصهينا ما بيعترفوش الا بالاشخاص اللي لا يمكن انكرهم ده خد بالك من الحتة دي يعني لما يكون في مرتزقة ماتوا من هنا او من هناك بيعترفوش بهم خالص واحد مرتزق واهله اصلا مش عارفين هو فين الحتة وماتوا محدش يسأل عنه والموضوع انتهى بالنسبة للصهينا وده السر في ان الضحايا بتكون بالمئات واحيانا بالالاف وبعد كده تيجي تلاقي الصهينا يعترفوا بواحد في المية او باثنين في المية تقريبا ده الصهيوني اللي كان بيقود المجموعة وتم تقبطه وقتل مع المجموعة او كده يبدو ان هي ماشية على هذه الوطيرة خد بالك كلامي في الحتة الاخرانية يعني في اخر تلاتين سكند في اخر تلاتين سانية كلامي استنتاجي مش خبري وعايز اقولك برضو اللي عايز الاخبار يروح على الموقع بتاعي في اكس تويتر سابقا او يروح الجزيرة مباشرة وبعد كده يشوف كل حاجة بنفسه المهم يا ابو الشباب كان يوم ونص في منتهى الصعوبة على الصهينا لو رحت على اكس عندي هتلاقييني كاتب تعليق انا محتار التعليق بيقولك كده انا محتار اعد المروحيات اللي بتنقل القتلى ولا اعد المستشفيات اللي بتستخبل القتلى ده الكلام ده من الجزيرة وكلام ده يعني مش عالو يعني هم من قطر اللي قالوه قالك مجموعة من المروحيات عمالة تنقل في القتلى وبعد كده قالك مجموعة من المستشفيات عمالة ايه تستخبل في المروحيات اللي جايبها القتلى والجرحة عشان العلاج وكده فانا قلت سبحان الله نعد القتلى ولا نعد المروحيات ولا نعد المستشفيات واضح انها كميات كبيرة واضح انها حتى مش خمسين ولا سبعين ولا كده ولا كلام اللي الصهينا قالوا عليه واضح ان هي ممكن تكون بالمئات عايز تتأكد ان هي تكون بالمئات او عايز يعني قرينة القرينة اقل اسباتا من الدليل لكنها معتبرة في علم المنطق عايز قرينة يا ابو الابطال القرينة دي يا ابو الابطال هي باختصار عدد المروحيات اللي هم بيتحدثوا عنها وعدد المركبات اللي هم اعترفوا بها وعدد المركبات الجهاد الاسلامي تحدث عنها وحماس تحدثوا عنها باختصار لما تجمعهم على بعضيهم انا بقى مش بجمعلك اول يوم ونص بس من اتأخرت يوم ونص انا كمان فبجمعلك التلات ايام او التلات ايام ونص اللي فاتوا انا اتوقع مش اقل من سبعين تمانين مركبة ويمكن يكونوا تخطوا المئة مركبة منهم ناقلات جند واخد بالك الارقام اللي بقولها لك دي تقديرية يعني انا ما جمعت هنا وجمعت هنا وجمعت هنا لان جابليا اشتغلت وخن يونس ومش عارفة المناطق الاسرائيل ظنت ان هي سيطرت عليها ونظفت حماس منها اشتغلت وطبعا اسرائيل الوقتي بيدوروا هي اشتغلت ازاي وانا اقول لك اشتغلت ازاي بس ايه خليني اخلص من المركبات فانا اقول لك على عدد المركبات ايه والابطال بالعشرات ده ان ما كانوش زادوا عن المئة فيكونوا بالعشرات وكمية مش قليلة منهم ناقلات جند فان كانت ناقلات جند بتنقل 18 واحد وبقول لك كانوا حواليهم الجهاد الاسلامي وحماس بيقولوا انهم قصفوا تحشيدات للعدو الصيوني على محيط غلاف غزة وبقول لك اصبوهم اصابة مباشرة واسقطوا العشرات منهم بين قتيل وجريح والمشهد ده متكرر كل يوم ولك انت بقى انت تتخيل ايه انك انت تحسب ايه وتعد خلصنا كده من التعليق على المعارك عايزين بقى نخش في الحتة المهمة جدا ولازم تفتح معايا يا بالابطال وتركز ايه هي الحتة المهمة جدا الحتة المهمة جدا انه النيتن والامريكان ظنوا انهم فعلا نظفوا المنطقة بتاع غزة من ناحية الشمال وفضلوا ينظفوا فيها لحد الجنوب في رفح واعتقدوا ان رفح دي اخر بقعة بينما في حقيقة الامر هم كان عندهم شك كبير ان الانفاق تشغي ومليئة بالرجال وبالمقاتلين ودي بقى الحقيقة اللي هم اكتشفوها اكتشفوها ازاي ما هم ضغطوا على رفح وعملوا اكتياح للمعبر وعملوا استفالة بتاعتهم قال لك حاجة من اتنين وما لهاش تالت الحاجة الاولى ايه هي الحاجة الاولى ان حماس والمقاومة لو عندهم اي قوة لازم انهم يفعلوا شيء ويدخلوا بالاشتباكات عشان خاطر يوقفوا هذه العمليات وهذا الاجرام وانما كانش عندهم قوة خلينا نخلص عليهم يعني يدي يدي فاللي حصل لما ضغطوا يا ابو الشباب اكلوا العلقة السخنة اللي انت شفتها اللي انا حكيت لك عليها من اول الفيديو لحد الوقت فالوقت الامريكان والصهينا مقتنعين ان غزة كلها عبارة عن اكبر فخ واكبر مصيضة في التاريخ حصلت يعني اكبر مصيضة عسكرية في التاريخ حصلت لحد الوقت وخد بالك بقى هما اصلا الوقتي الصهينا اصلهم اتورطوا كمان ازاي ما هما دخلوا والمقاومة هي ثبيتهم دخلوا والمقاومة كانت ممكن تعمل حاجات كتير وتمنع التهجير من الشمال للجنوب لكن واضح ان المقاومة كانت كانت سيبة اسرائيل تعمل هذا الاجرام عشان خاطر دي اقل الخسائر يعني بعد تهجير العالم ديت وكده لو حصلت اشتباكات بين حماس وبين الصهينا وهي الناس دي موجودة في اماكنها كانت هتبقى كان هيبقى الشهداء مش 35 الف ده كان ممكن يوصلوا الى 100 الف يعني باختصار لما القوات العسكرية بتشتبك مع بعضها في مكان معين زي ما حصل كده في السودان تلاقي الجيش السوداني مش تبك واشتبك مع حمدتي ايه اللي حصل تلاقي الضحايا في الجيش السوداني قليل والضحايا عند حمدتي قليل لكن تلاقي الضحايا وسط المدنيين يا ابو الابطال يعني عددهم يفوق الضحايا هنا هناك بعشرات المرات فيبدو ان هي المقاومة قالت لك ايه وطبعا عندهم بقى نصائح من روسيا ونصائح من تركيا وكده ويبدو ان المقاومة قالت لك خليهم بقى ايه هم عايزين يزيحوا الناس بقصد ايه بقصد ان هما يهجروهم احنا لو تصدينا للموضوع دوت هتسقط مثلا مئة الف ضحية او كده وشهيد وجريح وكده قالت لك لا خليهم يزيحوهم ولما يزيحوهم نحية الجنوب يعني يعملونهم عملية ازاحة لما يعملونهم عملية الازاحة دي هتبقى المناطق العسكرية بقى ايه المناطق دي هتبقى عسكرية وهيبقى الصهينة تمددوا على امتداد غزة الا منطقة رفح وبعد كده يا ابو الابطال هيبقى تحت رحمة المقاومة دا في الاعلام الصهيوني هما بيقولوا ايه في الاعلام الصهيوني دا لا كلام الاعلام العربي ولا كلام الامريكان دا كلام الاعلام الصهيوني وهقولك بيقولوا ايه وركز عشان تفهم مدى الرعب اللي هم عايشينه فركز معايا الاعلام الصهيوني بيتكلم على نفسية الجنود طبعا بعد ما عملوا بعض المقابلات مع العائدين وكده فتكلموا على نفسية الجنود فبيقول الاعلام الصهيوني تخيل ان الجندي داخل المضرعة وهو مرعوب لانه عارف ان المقاومة تملك قذائف والقذائف دي قادرة على ان هي تحرق المضرعة باللي فيها فهو قاعد داخل المضرعة ومرعوب ومش عارف هو المخرب هيطلع له امتى ما هم بيقولوا على المقاتلين بيقولوا عليهم مخربين المقاهدين عند الصينة مخربين لكن المستوطنين الحرمية واللصوص مش مخربين ده دي الاخلاق الصهيونية المهم يا بالابطال فبيقولك الجندي قاعد في المضرعة وقاعد في الدبابة وهو مرعوب بيقولك الجندي قاعد مرعوب وهو عارف ان هو هيموت في اي لحظة ومش حاطة امل ان هو ينقو بالذات الجنود اللي شافوا زملاءهم ماتوا واللي اتضربت قدامهم مضرعات تانية وكده دي نفسية الجندي الصهيوني وده اللي حاصل يا بالابطال ايه مع الجنود الصهينة هناك في وسط بقى المعمعة دي كلها في مصيبة كبيرة فوق دماغ الصهينة ايه هي المصيبة الكبيرة هذه يركز معايا احسن كل الكلام النهاردة مهم ومهم جدا المصيبة الوقتي ان الجيش الصهيوني اللي دخل وتمدد في غزة وكده يظن نفسه ان هو امن هو اكتشف الوقتي ان هو مش امن وهو الوقتي اقتنع بشكل كامل ان الفخاخ في كل مكان واقتنع بشكل كامل ان المقاومة ما اشتبكتش معه بكل قوتها وثبيته يدخل المصيبة تب سبيته يدخل المصيبة ليه ما يثبيته يدخل المصيبة عشان يبقى تحت رحمتها ما هو لا طيران هينفعوا ولا شيء هينفعوا يعني هيبقى تحت رحمة المقاومة وهو في المنطقة دي مش هيقدر يتقدم لانهم هيدربوه وهيقفوله بقى بقوة المرة دي زي ما حصل في ايه في شرق رفح وفي نفس الوقت هيبقى ثابت في مكانه برضو ما يأمنش لان ساعة ما المقاومة تقرر الهجوم هيتطلع عليهم المجاهدين بكميات كبيرة جدا وهيبقى بقى القتلى بالالاف وليس بالمئات وليس بالعشرات وهتبقى كرسى فوق دماغهم يعني هم الوقتي وجودهم لسه ايه تحت رحمة ايه المقاومة الوقت واحد يقول لك كابتل لطيف يبقى ينسحبوا اقول لك وهم بينسحبوا كمان مش ينسحبوا الا باذن المقاومة لان المقاومة تضربهم سواء بيتقدموا او وقفين او بينسحبوا عندها القدرة ان هي تضربهم يابو الابطال في كل هذه الحالات الخلاصة دخلوا المصيضة ومش عارفين يخرجوا منها ولذلك بقى دا انعكس على الكلام ايه بتاع بايدن فمثلا بايدن هذا قال ايه قال ان المخترح المصري القطري يعني ليس سيء ويمكن تعديل الصغرات اللي تخوف فيه وممكن نحل المشكلة وانت كنت فين انت كنت فين اصلا من زمان ما الموضوع دا خلاص ما انت بقى الوقتي بعد ما اكتشفت انك انت في المصيضة يبقى النتيجة الطبيعية انك انت قدامك حاجة من اتنين الحاجة الاولى انك انت تقدم مزيد من التنازلات الحاجة التانية انك انت تواجه وانت عارف المواجهة الوقتي بقى وشفتها وانت مقتنع الوقتي ان المواجهة مش هتبقى فيه قتيل ولا جريح ولا كده ده هتبقى بالالاف وبيدن يعرف الحتة دي كويس والوقتي كمان بيقولك ان فيه جنود فرنسيين بيقتلوا مع الصاينة وفيه جنود امريكان بيقتلوا مع الصاينة وما تستبعدش ان دول اصلا مرتزقة ولا هم فرنسيين ولا هم امريكان ولا نيلة وما تستبعدش كمان ان هم يكون هم المحشورين يا ابو الشباب في غزة فيه بقى نقطة كمان خطيرة لازم تنتبه عليها ما هذه النقطة النقطة الخطيرة دي يا ابو الشباب انه الاسراء الوقتي اللي هم الجنود الوقتي اللي بيقتلوا اللي هم جنود الصاينة لما يجد نفسه بين الاستسلام او الموت هيستسلم طب ايه المشكلة ايه المشكلة ازاي ان كان هو كل كلام النتنياهو عايز يخلص مية ومش عارفه كم اسير مية وتلاتين واحد ولا كده ده اللي هو بيقوله تخيل انت بقى يستسلم كمان الف ولا الفين ولا تلات تلاف ولا كده ويبقى منظرهم ايه قدام العالم وتبقى القصة حزينة لسه الموضوع بيسخن اكتر واكتر احنا يا جماعة عندنا مشكلة اساسية ايه هي المشكلة ركز معايا عشان المشكلة دي هقولك عليها فعايزة تركيز شوية المشكلة دي يا ابو الابطال ان احنا كجمهور ما بيصلناش الحقيقة ولا نصفها ولا ربعة ولا اقل من كده فبنتطر ان احنا نشوف الاساسيات ونبدأ نحط استنتاجات يعني انا قلت لك من البداية خالص لو ان الامريكان والصهينة عندهم حلول عسكرية ما امهلوا المقاومة ساعة من نهار طبعا مش هيملوهم ولا دقيقة واحدة لو عندهم حلول عسكرية بيدبحوا وبعد ما يدبحوا بقى الاعلام يتكلم ويقولك دول كانوا في دفاع عن النفس ومش عارف ايه واللي يروح محكمة العدل الدولية يقوله انت صفة ذكية ان كان الناس ماتوا واهليهم ماتوا انت لست ذي صفة ويتلصأولك عن الموضوع وكذا ويهددوا دول ومش عارف يعملوا ايه كده والموضوع يموت والطريقة دي بتاعتهم على فكرة عملوها في العراق ومش اكلم اكبر على بلدنا عشان في الاخر هتقول لي ده بيكره المسلمين وكل الله يا ابو الشباب دي الامريكان عملوها في الالمان ودبحوا فيهم والالمان عملوها في الفرنسيين ودبحوا فيهم وطريقتهم هكذا على مدار التاريخ حتى بينهم وبين انفسهم والتاريخ خير شاهد على هذا الكلام في خضم هذه المعارك يا ابو الابطال وانا بقول لك ان احنا كجمهور ما نعرفش الكثير هتيجي تلاقي واحد زي سكوت رايتر اللي هو بتاع المخابرات العسكرية الامريكية وكمان هتلاقي هذا اسمه اعتقد اسمه كرمي غليون او كده وده بتاع الشباكة بالابطال ودول اصلا من زمان قالوا لك حماس انتصرت ويستحيل ان احنا نقتلح حماس وحماس هتفرض شروطها ومش هتقرب من غزة والمعركة انتهت وكمان الصهيوني المتعصب هذا فريدمان قال لك احنا انتهينا خلاص ويستحيل التخلص من حماس وبعد كده قال لك ان امريكا يعني ما زالت تشعر ان هي كالاسد في الغابة وعليها ان تزأر والجميع يخاف منها ولكن هي تزأر ولا احد يخاف منها الان ودي ايه الحكاية هما دول من زمان قال لك الكلام ده لكن ايه المكابرة اللي طول المعركة المكابرة والتجارب اللي هم عايزين يستفدوها الناس دي بتعمل ايه وكذا وفي المستقبل لما حد يعمل معنا كده نتصرف معاه ازاي يعني التجارب العملية والمكابرة والامور دي هي اللي بتخليهم ايه يعني يطولوا المعركة اطول فترة زائد ان كل ما المعركة تطول كل ما امريكا تكون لسه يعني موجودة في الشرق الاوسط يعني التناحى السياسية الامريكية تستفيد من هذا الامر ولازم حد يزقهم زق اجام ده عشان يرميهم في البحر لما يجوا لا نفسهم هترموا في البحر يقول لك لا خليني امشي ودي الطريقة طبعا لما غزة اشتعلت بهذا الشكل المهول جدا امريكا تفكر الان يا ابو الابطال في ليبيا وانا لسه بقى هعمل موضوع عن ليبيا ان شاء الله رب العالمين ولما فكرت في ليبيا يا ابو الابطال راح قوت مباشرة مود هناك مزيد من المقتلين وفغنر وعمل حاجة اسمها الفيلق الافريقي وكذا هب احكي لك ان شاء الله في الموضوع عن ليبيا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم